بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو يوميات تاجر من الزمن الجميل الحقيقة أنا النهاردة أحكي لكم عن حكاية جميلة جدا وفيها بعض النصائح طبعا أنا شغال في البورصة المصرية والبورصة المصرية أنت ممكن تتداول تداول إلكتروني من بيتك أو أنك تذهب إلى شركة الصمصرة شركة الصمصرة ديت بتتلقى الأوامر عن طريق صمصار تريدر موجود بتقول له الله يشتري لي السهم ده بيع لي السهم ده وهكذا وأنا كنت معتاد الحقيقة في بداياتي أني أذهب إلى شركة الصمصرة وأقعد عشان أكتسب الخبرة من أصحاب الخبرة أنا كنت لسه شاب في أواخر العشرينات من عمري وكان الحقيقة أو في أوائل السلسينات من عمري وكانت الناس دي تزو خبرة يعني واسعة ناس قبار تخيل أنت عندك مثلا 30 أو 31 سنة وقاعد مع ناس 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة فأكيد هتاخد خبرة فكنت الحقيقة بحلل الأسهم واعد أحلل الأسهم وأقول والله أنا هشتري السهم ده في يوم من الأيام حللت السهم بشكل كبير جدا عملت له كده ملف ولا حتى يعني ستين صفحة أخدت كل حاجة عنه آآ تحليلاته من ناحية مجلس الإدارة تحليلاته من ناحية المالية نمو الشركة هيبقى عابل إزاي المشروعات اللي داخلها الشركة كل الحاجات دي الدرستها حتى نقاط الدعم والمقاومة وكل حاجة وقلت خلاص السهم ده إن شاء الله هيعمل يعني من 200% إلى 500% تخيل من 200% إلى 500% والحقيقة قلت أشارك المعلومة من زيو الخبرة الناس اللي هي زيو الخبرة راجل كبير أنا بصك فيه وبحترمه قلت أقوله المعلومة فقلت له والله أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة قال لي تفضل قلت له والله أنا عايز أشتري السهم الفلاني عايز أشتريه فبصلي كده قال لي طب إنت عاوز تشتري ليه فروحتي ماسك كده الملف اللي أنا عامله التحليلات وروحتي أعطيته إيه الملف فقلت له والله دي دراستي لي السهم خلال أسبوع كامل عمال أكتب في كل هذا الكلام وأنا استنتاجي وتحليلي وتحليلي بيقول إن هذا السهم مفروض إنه هيعمل من 200% إلى 500% فالراجل قرأ الملف مرة واثنين وتلاتة وكان مهتم جدا بقراءة الملف وبعد كده ابتسم ابتسمة غريبة كده ونظر ليه وقال لي لا 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 الكلام دا يابني غير صحيح كلام دا غير صحيح أنا ما نصحكش إنك تدخل هذا السهم وإنك لو دخلت هذا السهم هتخسر خسارة كبيرة الحقيقة أنا ما كانش أقصادي إلا إني أصدق هذا الرجل يعني رجل خبرة كبيرة وأكبر مني يعني أكيد هو فاهم أكيد فاهم أكتر مني فقلت له طب ليه قال لي لا مش كل حاجة أنت بتشعر إن هي صحيحة في البورصة إن هي هتجدها صحيحة لأ فدراستك آه دراسة جميلة وممتازة جدا لكنها دراسة لا تمثل الواقع بصلة فالأفضل خليك معانا وتاجر كما نتاجر تاجر كما نتاجر فقلت خلاص فصرفت نظر عن هذا السهم تمر الأيام والشهور وإذا بهذا السهم يصعد أكتر من 500% أكتر من 500% صعد تقريبا 750% فكان طفرة كبيرة جدا وأخذ بقى الناس جموع الشعب يتحدث عن هذه الطفرة وكنت حزين جدا أنا كنت حزين يعني في غاية الحزن لإني ما قدرتش أخد القرار ده يعني أنا حللت بشكل جيد لكن أخونا ده اللي أنا اعتبرته زو خبرة كبيرة للأسف أوقفني أوقف حلمي فكنت زعلان قوي بس قلت خلاص بقى يعني ده نصيب هنعمل ايه لكن زعلت أكتر لما بطريق الصدفة عرفت من التريدر اللي بيعمل الأوردرات قلت يعني على علاقة صداقة بيني وبين التريدر فحكيت له الموقف قلت له تصدق فلان أنا حصل كذا وكذا وكذا فوجدت التريدر كده بيبص لي وعنده حالة زهول فقلت له إيه إيه الحكاية قال لي تصدق إني أنت أنت قلت له الكلام ده إمتى قلت له والله يوم كذا شهر كذا لأن كان في مناسبة عائلية فأنا حافظ اليوم ده فقلت له والله ده اليوم كذا وفي الشهر كذا قلت له الكلام ده قال لي تصدق إنه هو في اليوم ده اشترى كمية كبيرة جدا من هذا السهل قلت له لأ ما تقولش كده معقولة طب هو اشترى ليه ده هو قال لي ما تشتريش هو اشترى ليه قال لي طيب أنا رغم إن ده ضد أخلاقيات المهنة لكن أنا هتطلعك على الشراء الخاص بي والكمية اللي اشتراها في هذا اليوم وفعلا أطلعني على كشف الحساب الخاص بالرجل في هذا اليوم فإذا به مشتري كمية كبيرة جدا ايه ده يعني هو كان واصق من تحليلاتي واستنتاجاتي وكل حاجة أنا قلتها ومع ذلك عطلني عن تحقيق حلمي طب ليه ليه هو عمل معايا كده بصراحة شديدة قعدت حوالي ثلاثة أيام ما بكلمش حد مش عاوز أكلم حد لإن حاجات كتيرة اتكسرت قصادي أول حاجة الناس ما بتحبش الخير ولا إيه مش فاهم يعني طب هو كان إيه وجه الاستفادة ما هو هيشتري وأنا هشتري هو ليه خلاني ما اشتريش يعني مش فاهم برضو ليه عطلني ليه أوقف حلمي وليه أنا سمعت كلامه أنا سمعت كلامه لإني يعني طبيعة الحال راجل زو خبرة أكتر منك فمفروض تسمعه لا مش كل كلام بتسمعه من زوي الخبرة كلام هيكون في صالحك لازم تفكر مرة واثنين وثلاثة ولازم تكون قادر على اتخاذ القرار أنا مشكلتي إن أنا ما قدرتش أخذ القرار مشكلتي إن هو قدر يعطلني رغم إن أنا عامل دراسة لمدة أسبوع بتقول إن هذا السهم مفروض إن هو يصعد صعود كبير جدا ده كان درس قاسي جدا درس سيبك من الأموال أترك الأموال على يعني بجانب مش مهم الفلوس الفلوس أنا هعرف عوضة اللي خلاني أحلل هذا السهم بشكل جيد أعلل غيره بشكل جيد وهربح لكن انقصر جواك شيء انقصر جواك شيء متعلق بالناس وبعد كده عرفت إن الناس ليسوا ملائكة بأجنحة كما كنت أظل ورجعت تاني يوميات تاجر من الزمن الجميل وإلى اللقاء في حلقة قادمة شكرا جزيلا